30 سنة وشهر ناطرة صرخة شقيقة مفقود تلاقي صرخة زميلة لها في بلد يضيع أبناؤه على أراضيه تبكي اليوم أخا فقدته منذ 30 عاما وشهر متضامنة مع أهل خطف أبناؤهم العسكريون منذ أشهر قليلة تقول اليوم لأهل العسكريين المخطفين بين مفقودين ومخطفين أهال يتساوون في الجرح وفي الشوق وفي الخوف على مصير الأبناء نتمنى أنه فعلا يكون الحل سريع لقضيتهم ويلاقوا أهليهم وما يصيروا مثلنا ولا ينضموا إلنا ولا يجوع الخيام تبقوا لنا يمكن هالتحرك بالشارع لازم يتضبضب أكتر لأنه للأسف عم يتناتشوه السياسيين الصندوق هذا هو الصندوق الأسود للحرب الأهلية اللبنانية هنا قصة حياة أهالي لم يأكل الدهر قضيتهم هنا الأسرار معلنة لكن أحدا من دولة العفو لا يريد كشفها ما فيه حقيقة بس فيه إذا أحسن استعماله فيه يمشي للحقيقة الأهالي اللي مقدمين استماراتهم قيلين أنه هاي الميليشيا أو هيدا الحزب أو هيدا بس عمليا تقول تم تحقيق رسمي وحقيقي وعلمي لم يتم ليش بدي يكذب أهل المفقودين استوطنوا الخيام حين تقطعت بهم السبل لم يشعلوا إطارا بل حملوا قضيتهم شعلة إلى كل العالم اليوم سلموا أسرارهم للمنظمة الدولية وعلى قاعدة اسأل من كان بها خبيرة تحية ونصيحة لأهالي العسكريين المخطفين في الحصول العقل المخطفين سيكوني مختلفة يكون الشيطة المخطفين يمكنها أن تتحقق المخطفين والجميع التي يتحقق هذه الحصول نكون للمشاوة لن يتمكن منه لأسفل إن كل المعارض المفقودين يؤمنون عن هذا نصيح بأن هناك محتاج لإنظرات وفي الأمر أحسن لا يمكننا إنتظارات عندما يتحقق على إحساس نكون لأسفل مع إحساس المخطفين يمكننا أن تحقق أن يمكن أن تحقق هذا التحقق أربعون سنة مرت على أهل المخطفين على الهوية الطائفية والسياسية وأربعة أشهر مرت على أهل المخطفين على الهوية اللبنانية والعسكرية أما الدولة فبالأمس كما اليوم تقتل القتيل وتسير في جنازته ننسي السبع قناة الجديد